يحافظ على الطبيعة والناس على قيد الحياة أهمية نصف كوب من الماء الوقت بين الماضي والمستقبل لقد استضاف العالم ملايين البشر بعضهم تسبب في الانقراض والبعض الآخر للخلاص لكن كل منهم استهلك ليعيش وقليل منهم حاول حمايتهم بالتفكير في الأنواع التالية يا له من خير الناس الذين يهدفون إلى هذا العالم الذي نعيش فيه هو مكان زاد فيه الاستهلاك بشكل هائل ووعي الفرد خاصة بشأن استهلاك المياه والغذاء منخفض أو يتم تجاهله الوضع المأمول هو أنه يمكننا الوصول إلى الوعي بشكل أسرع وأكثر فاعلية لذلك بدلا من الغضب من الأجيال الماضية التي تستهلك بدلا من أن تحمي وتتحول إلى عالم اليوم إلى ظلام نحن بحاجة إلى فهم أهمية الحفاظ على الماء والغذاء من خلال زيادة وعينا ومعرفتنا وتثقيف أنفسنا أولا ثم الأجيال القادمة أعلم أن معظمنا نشأ وهو يأخذ نصائح مختلفة من عائلاتنا كأطفال ولدينا احترام مماثل للبيئة وبنصيحة من ولدينا قمنا بإطفاء المياه أثناء تنظيف أسناننا وإطفاء الأنوار حسنا كم منا يعرف الآن كيف يغسل الأطباق بشكل صحيح بأقل قدر من النفايات أو يعيد تدوير الخبز القديم أو ماذا يفعل بالموز الفاسد؟ كيف نحمي البيئة وخاصة الماء والغذاء؟ ماذا يمكننا أن نفعل لتأمين مستقبل أنفسنا وأطفالنا؟ أبدأ سلسلة من عدة حلقات أهدف إلى البحث عن إجابات من خلال طرح الأسئلة على نفسي وإخبارك بناء على هذه الإجابات أعلم أنه موضوع سلبي أو مزعج بعض الشيء لكن حان الوقت للتوقف عن التركيز على الزجاج نصف الممتلئ أو الفارغ والبدء في التفكير فيما سيكون الماء فيه هل سيكون هذا الماء هو الحياة لتنبت البذرة؟ أم أنها ستمر بحلق متعب وجاف؟ لماذا الماء مهم جدا؟ نعلم جميعا أنه من أجل مواصلة أنشطة حياتنا نحتاج إلى الحصول على كمية كافية من الماء يوميا إذن هل يستطيع كل فرد في العالم الحصول على كمية كافية من المياه؟ الجواب كما قد تتخيل هو لا هناك بالطبع أسباب كثيرة لذلك في الواقع حيث تأتي المياه العذبة الموزعة على العالم من فيجي لا يستطيع الكثير من الناس الوصول إلى المياه كما يريدون في السنوات القادمة لن تتأثر فقط هذه البلدان الفقيرة أو القاحلة بنقص محتمل في المياه للأسف كل فرد يعاني من العطش هناك أسباب مختلفة لهذه وهي ليست القضايا التي سنركز عليها لكن علينا أن نعرف أن السبب الأكثر فعالية وراء ذلك هو سياسي وسياسي حقيقة أن المياه يتم تسويقها وخصخصتها تمنع للأسف الكثير من الناس من الوصول إلى مياه الشرب وهو حق طبيعي لهم هناك بعض الأشياء التي يمكننا القيام بها لمنع ذلك يمكننا نشر هذا الوعي من خلال إخبار الناس بقدر ما نستطيع أو يمكننا المشاركة في العديد من مشاريع المسؤولية الاجتماعية القائمة على الحفاظ على المياه بصرف النظر عن هذا، يمكننا أن نحاول مواصلة أنشطتنا وحماية المياه من خلال تذكر دائما أهمية الماء في حياتنا اليومية في المستقبل، سأتحدث عن جهود الحفاظ على المياه التي بدأناها في المنزل خاصة تلك المتعلقة بالمطبخ، لكن يجب ألا ننسى أننا بحاجة إلى إخبار أنفسنا وأطفالنا كالتزام وليس كمسؤولية وليس كمسؤولية مسؤولية عدم إهدار المياه التي تعلمناها أثناء تنظيف أسناننا في الماضي تعلم البصمة المائية وفقاً للأبحاث، نستهلك ما معدله إثنان لترانا من الماء للفرد يومية، ولكن عندما نضيف الأطباق التي نغسلها، والطعام الذي نستهلكه، والملابس التي نشتريها، وماء الصنبور المهدر، تصل هذه الكمية إلى مئتان لترى يومياً على الرغم من إنني أهدف إلى منحك بعض الوعي بناءً على فن أطحي، لا يسعني إلا أن أذكر البصمة المائية أول شيء يمكننا القيام به لزيادة وعيناً بشأن استهلاك المياه هو حساب بصمتنا المائية إنه سهل للغاية على الإنترنت ثلاثة، يمكنك حساب بصمتك المائية بسرعة مع القليل من البحث من خلال البصمة المائية، يمكنك معرفة كمية المياه التي تستهلكها في العديد من المناطق من الوقت الذي تقضيه في الحمام، وتكرار تشغيل الغسيل وغسالة الأطباق، ومقدار استخدامك لصنابير المطبخ، وتكاليف الملابس، والقهوة التي تستخدمها تستهلك يومياً بعد تعلم هذا، تأكد من أننا ندرك مقدار ما نهدره بالطبع، الإدراك لا معنى له في حد ذاته علينا أن نعد أنفسنا بأننا سنكون أكثر حرصاً ونفكر أولاً وقبل كل شيء في الأجيال القادمة الحفاظ على المياه في مطبخنا القضاء على هدر الطعام هو أول وأهم شيء يمكننا القيام به للحفاظ على المياه في مطابخنا ما علاقة الماء بقطعة خبز، وهدر ساق دجاجة؟ قد تعتقد مثلما يشكل الماء أكثر من نصف أجسامنا، فإن أكثر من نصف ما نأكله ونستهلكه هو ماء أيضاً، ضفي اعتبارك أطنان الماء في إنتاج العشرات من الأطعمة التي تهدر إن التخلص من قطعة خبز لا يمثل في الواقع مجرد قطعة خبز واحدة، بل أطناناً من الماء إن استهلاك الطعام الذي نحضره عن طريق حفظه وإعداده بوعي هو أبسط طريقة يمكننا القيام بها في مطابخنا للحفاظ على المياه والسبب الرئيسي لذلك هو أن سبعون من موارد المياه العذبة في العالم تستخدم في الزراعة أي، كل خضروات وفاكهة نذهب إلى محل البقالة يتم استخدام أطنان من الماء أثناء إنتاج كل مادة نشتريها من تجار الجملة والأسواق وهي ليست الزراعة فقط من أجل الحصول على الحليب ومنتجات الألبان أو للحصول على قطعة من اللحم تحتاج الماشية إلى استهلاك أطنان من لترات المياه في المزارع يمكننا أن نقول إن الماء هو وسيلة عيش تلك الحيوانات أيضا لكن هذه المزارع والمصانع التي بنيت لنا وليس من أجل بقائها على قيد الحياة تستهلك مياها أكثر بكثير مما تستهلكه تلك الحيوانات يتم إهدار المياه في كل عملية حيث يذهب الحليب واللحوم من الحيوانات إلى المصانع ويتم معالجتها وتعبئتها وتأتي إلى الأسواق وطاولات اعتمادا على سلسلة التوريد بالإضافة إلى ذلك أظهر الدراسة أخرى أن اختيار نظام غذائي نباتي يقلل من البصمة المائية للفرد بمقدار نصف بالطبع كنا نباتيا كنا نباتيا أنا لا أقول نحن بحاجة إلى فهم سبب إطعام هؤلاء الأشخاص بهذه الطريقة اسمحوا لي أيضا أن أوضح ماذا يمكننا أن نفعلك أشخاص يستهلكون اللحوم ومنتجات الألبان؟ إذا سألت الجواب بسيط لنكون قادرين على وقف هدر الطعام في مطبخنا إذا جاء كوب من الحليب وقطعة من اللحم إلى مائدتنا فقد أهدر أطنان من الماء فلنقدر ذلك إذن كم الترانا من الماء يتم استهلاكه عند إنتاج المنتجات التي يتم استهلاكها بشكل متكرر في مطبخنا؟ واحد دعنا نلقي نظرة على بعضها أربعون الترانال شريحة واحدة من الخبز ثلاثون الترانال كل كوب من الشاي مئة وخمسة وثمانون الترانال علبة واحدة من رقائق البطاطس ألفان وأربعمائة لترى مقابل مئة وخمسون جرامنا من الهامبرجر من المزرعة إلى المائدة خمسة عشر ألف وخمسمائة لترى لكل كيلو لحم بقري خمسون الترانال واحد برتقالة ثلاثمائة وخمسة وسبعون الترانا مقابل خمسة وسبعون جرامنا من الجبن مئتان وثمانية الترانال كوب واحد من القهوة في فنجان من الورق المقوى حصة واحدة من الأرز مئة وخمسون الترانا بالطبع هذا ليس دائما نفس كمية المياه التي يتم إنفاقها يختلف حسب ما إذا كانت المنتجات المزروعة في مكان جاف أو في مكان به أمطار غزيرة ومرة أخرى حسب مكان وكيفية وصولها إلى البلد وبحسب البحث فإن أقل استهلاك للمياه هو إنتاج الخضروات الموسمية ماذا يعني لك الماء؟ ما مدى إدراكنا لأهمية المياه الجارية في الوقت الحالي عندما نذهب إلى حمامنا ونستحم أو نشغل الصنبور لغسل أيدينا أو نستخدم الماء في تنظيف خضرواتنا لا تعني حقيقة توفر المياه كمورد رخيص أو مجاني أنها لا قيمة لها إن أكثر الموارد ندرة وثمنا في حياتنا هو في الواقع الماء في المنزل، في المدرسة، في مكان العمل لدينا وفقا لهيكلنا الأسري والأنشطة الثقافية والاقتصادية لا تعني المياه الشيء نفسه للجميع الماء دائما في الحياة من أجل بيئتنا وطبيعتنا ونظافتنا وصحتنا وإنتاجيتنا من المجتمع إلى المجتمع حسب الجغرافيا والمعتقدات الماء يلعب دورا مهما للغاية في إقامة روابط مع الناس والحياة في معظم المجتمعات والمعتقدات إنه يمثل السلام بنقاوته وإنسجامه وتوازنه مع سيوله مرة أخرى إذا نظرنا إلى المناطق الجغرافية فمن الصعب على شخص في جزء جاف من إفريقيا وشخص في الهند أن يكون لهما نفس النظرة إلى الماء ولكن اعتمادا على الحاجة الفطرية لهذين الشخصين البعيدين جدا عن كل منهما غير ذلك يمكن استخدام الماء لغرض مشترك فهو يخدم الحياة وهو الحياة نحن نعلم أن ألمع الأفكار تظهر في ظل أصعب الظروف لنفترض أن تقنية مثل الري باتنقيط وهي مهمة جدا للزراعة تم تصميمها بواسطة خبير كيني شاب في مجال تكنولوجيا المعلومات الآن يقوم هذا الشخص بتعليم الشباب والمزارعين في بلده كيفية استخدام المياه بكفاءة أكبر بالاعتماد على هذه التقنية بالنسبة له الماء يحافظ على الطبيعة والناس على قيد الحياة بناء على ما قلناه نحتاج إلى معرفة قيمة الماء والابتعاد عن الهدر من خلال تذكر ذلك في كل لدغة نضاعها في أفواهنا وإن نبني كل شيء في حياتنا اليومية على الماء من أجل تحقيق التنمية المستدامة وأترك عالمنا حيث ستعيش الأجيال القادمة كمكان أقل تهالكا نسبيا إذن ماذا يعني الماء لك؟ دعونا نجتمع في التعليقات